أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغوب عليهم بلغان اللين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلهون إن الذين كفروا سباء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابا ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم برز فزادهم الله برزا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستعزئون الله يستعزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أزاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يغصرون سم بكم نغي فهم لا يغجرون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في آذارهم من الصباعق حذر الموت فالله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أزاء لهم مشوا فيهم إذا أظلم عليهم قاموا فلو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبركم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل فأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات قل لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي فقودها الناس بالحجارة وعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من سمر ذرقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فاغتوا به متشابها ولهم فيها أذباد مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستمي أن يغرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يزل به كثيرا ويهلي به كثيرا فما يزل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد بيساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخاسقون كيف تكفرون بالله وكنتم أمراتا فاهياتا ثم يبيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استفى إلى السماء ثم استفى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جامل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صالحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالا لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة استذوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستقدروا وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسل أنت وسعودك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو فلكم في الأرض مستقرهم ومتاع الإلهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني غدا فمن تبع عدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائي نذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فإيايا فالحقون فآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فالحقون ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأدو الزكاة فارجعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذربة سون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا لوما لا تجذي نفسنا من نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبهون أبناءكم ويسلحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البهر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنصرون وإذ بعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكذاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم سلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جمرة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنزرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغباب وأنزلنا عليكم البن والسلباب كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها هيتشيتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لنزم من السماء بما كانوا يفسقون فإذ استسقى موسى لقومه فقل أغلب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا إما تنبت لرغو من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي مردنا بالذي هو خير إهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم فغربت عليهم الدلة بل بسكنة وباعوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بمعصا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله بل يوم الآخر وعمل صالها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزدون وإذا خذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الدور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تغليتم من بعد ذلك فلولا فذر الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّرْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ خِرَدَةً خاصِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدْيْهَا وما خلف هذا موائزة للمتقين فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبهوا بقرة قالوا وَنَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر أبان بين ذلك فاصعلوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسين الأرض ولا تسع الحرس مسلمة لا شيئة فيها قالوا آن دئت بالحق فذبهوها وما كانوا يفعلون فإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل لغلبوه باغها كذلك يحيي الله الموتى ويديكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شج قصبا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وبالله بغافل عن ما تعملون أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا خلوا إلى شيئا فإذا خلا باغهم إلى باغ قالوا أتحدثونهم بما فدع الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يولدون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فبيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سبنا قليلا فبيل لهم مما كتبت أيديهم وبيل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما بعدودا قل اتقلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها أخالدون والذين آمنوا بعض من الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها أخالدون وإذ أخذنا بإساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالبالدين إحسانا وذي القربى والجتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآدوا الزكاة ثم توليتم إلا خليلا منكم وأنتم مغرزون وإذ أخذنا ميساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تصامدون عليهم بالإسم والعذبان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بباغ الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بدوح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا من كذبتم وفريقا من تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعناه الله بكفر فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتمون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا كفروا به فلعنقوا الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغزب على غزب وللكافرين عذاب مهين فإذا خلنهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براء وهو الحق مصدقا لما بعهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم صالبون وإذا خذنا من ساقكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتيناكم بقوة واسبعوا قالوا سمعنا فعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأملكم به بعنكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنه الموت إن كنتم صادقين ولن يدمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولكد دنهم أهرص الناس على حياتهم ومن الذين أشعقوا يبد أعدهم لو يعمر ألف سنة فبقى هو بمزهده من العذاب أن يعمر فالله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نسله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وبلائك دينه ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين فلقد أنزلنا إليك آيات بينات فما يكفر بها إلا الفاسقون أبا كلما عهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما بعهم لبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فاتتبعوا ما دبل الشياطين على ملك سليمان فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السنين وما أنزل على الملكين بباب لحاروت وباروت وما يعلمان من أهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوده وباعهم بغارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من حلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلو أنهم أعملوا واتقوا لما ثوبت من عند الله يحير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشريكين أن ينسل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نمسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السبابات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل صباء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسفهم حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة بعد الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون عند الله والله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا في الكعمانيهم قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجلوه عند ربي بلا قوف عليه بلا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدقلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقينون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسأل أن أصحاب الجهيم ولن ترزى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفوها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله بل يوم الآخر قال ومن كفر فأمتعوه قليلا ثم أغطره إلى عذاب من النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حغر ياقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسهلون عما كانوا يعملون فقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوا لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمورب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليعظيم إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترواها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب فليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهباءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق بالربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين صلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والسبرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاب المربة من شعائر الله فمن حج البيت أب اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطبع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا باصله وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يلفع الناس وبا أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الزياه والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين غلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاردين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطبات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكمهم يلفهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اصدر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به سبنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على هبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والزراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ما داء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حصى أهدكم الموت إن ترى بحيرا البصية البصية للبالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسبغوا على الذين يبدلونه إن الله سبيل عليم فمن خاف من موصي الجنفا أو اسما فاصله بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريزا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام بسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليصم ومن كان مريزا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعبة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وفذوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط أو يوم الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته إلى الناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زهورها ولكن إن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلهون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن التهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن التهوا فإن فلا عدبان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فاعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي بحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسف فإذا أملتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاصر المسجد الحرام واتقوا الله فاعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشعر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فغلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيغوا من حيث أفاغ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا أفضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شجد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاخ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سري الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويحرك الحرس والنصر فالله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالحسم فأسلوه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرغاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قتبات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنزلين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والظراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما ألفقتم من خير فللفالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تقرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فالله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشعر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد ملكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فالله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر ويسرقوا فيهما إسم الكبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يلفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلام لهم خير وإن تخالطوهم فإقوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تلقه المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تلقه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيذ قل هو أذل فاعتزلوا النساء في المحيذ ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يساءكم حرص لكم فأتوا حرسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فالله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللوم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سبي عليم فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تهل له من بعد حتى تلكها سوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سذيهن بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله بعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعغلوهن أن يلكهن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والبالدات يرغعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم من رصاعة وعلى المولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لا تغلف نفس إلا وسعها لا تغارب آلدة ببلدها ولا مولود له ببلده وعلى البارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشابر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون ملكم ويزرون بأزواجا أزواجا يتربصن بألف سهن أربعة أشهور وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في ألفسكم هلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاه حتى يبدوغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريزة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرزتم لهن فريزة وقد فرزتم لهن فريزة فنس ما فرزتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده وقدت النكاه وأن تعفوا أقرب للتقبى ولا تلسوا الفول بينكم إن الله بما تعملون بصير هافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أملتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون ملكم ويظرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن حرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيع عليم منزى الذي يقرب الله قرزا حسنا فيصاعفه له أزعافا كسيرا الله يقبز ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن قتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دياننا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم فزاده بسقة في العلم والجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجلود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجلوده فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانسرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل عزء العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اغتدل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اغتدلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرم في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة اليسقى للفصام لها والله سمع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الظلم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويبيت قال أنا أحيي وأبيت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي تفرب الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على غروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله بأتعام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عابل فانظر إلى طعابك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي ألني كيف تحيي الموتى قال أبلم تؤمن قال أبلا ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يلفقون أنبالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يزاعف لمن يشاء والله باسع عليم الذين يلفقون أنبالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ألفقوا منه ولا أزال لهم أجلهم عند ربهم بلا خوف عليهم بلا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبعها أزال الله ولي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي يلفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفغان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوه الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أنبالهم اهتغاء مرغاة الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها بابل فطل بابل فآتك لها زعفين فإن لم يصبها بابل فطل والله بما تعملون بصير أيبد أعدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات فأصابه الكبر وله ذرية زعفا فأصابها إعصار في نار فاهترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ترجمة نانسي قنقر واخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمغوا فيه واعلموا أن الله غري حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعيدكم بغفرة منه وفضلا الله باسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما ألفغتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تهدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تفروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك أوداهم ومن أكسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا ومن أكسروا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسهدون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أنفالهم بالليل والنهار سره وعلى نية فلهم أدعوهم عند ربهم ولا خوف عليهم بلا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا يكو إلا كما يقوم الذي يقوم الذي يتخبته الشيطان من البس ذلك بأن لهم قالوا إنما البي مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بعضة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يرحب الله الربا ومن يربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أدعوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأزنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أنبالكم لا تظلمون ولا تزلمون وإن كان زوسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يزلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أدل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يوخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل بليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان ممن ترزون ممن ترزون من الشهداء أن تظل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأبوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصت عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباجعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهان مخبوظة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليه لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في ألفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء القدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العلي والنظيم والنظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة